وكده يبقى كان صهران في فرح بقى كان صهران مش عارف ايه بقى مش فايق انت فاهمني وانا موضوع الفرح ده برضو جنين يا كريم والله انا اول ما عرفت قلت يمكن حقه ده اخو واحد يا اخي اخو واحد من صحابهم يعني معرفة قريبه فرحين يجاملون نص ساعة ويمشون لا ده لا طلع معرفة ولا طلع مش عارف ايه يا سيدي روح بس في الاجازة لما الدورة يخلص روح يا رب تطلع الامر انا في حاجات زي دي اقعد يركن المبادئ مش جمهور الاهل كتبها لهم احنا مش عايزين بطولات عايزين المبادئ ترجع والروح ترجع يعني ايه واحد يرمي مادليا بتاع بطولة افريقيا اللي الغاية دلوقتي من 30 سنة معلقها عندي يرميها ويقول لك هسكة بيتنرفز لا اقعد لنهاية الموسم واقف هي دي اللي بتنجح زمالك لما وقف 3-4 العيبة يلا عم مش ومش عايزين مش بيكسب نادي الاهل طول عمره كده مش وقف فرقة كبيرة كلها وراحوا كيسبوا الزمالك 3-2 وخدوا الكاس طب فين هون مبادئ مش عراء بس مبادئ فعل لازم تقول لازم تعمل الناس رحت في صهرة فرح ما جيش يلعبهم تاني ماتش قعدهم خالص راحين فرح تعملوا ايه واحنا الدنيا بايزة عندنا الحاجات الزغيرة دي اشتركوا في القناة